أكد مراسل إخبارية بأن الجيش اليمني المسنود برجال المقاومة يواصل تقدمه في جبال بيع غربي مدينة تعز بعد سيطرته على عدد من المواقع قتل فيها القيادي الميداني الحوثي سعيد الصوفي وفي محيط معسكر خالد بن الوليد تجددت المعارك بين قوات الجيش الوطني والمقاومة وميليشيا الحوثي والمخلوع الانقلابية في حين دكت مدفعية الجيش الوطني مواقع الميليشيا الانقلابية غربي المعسكر وفي مديرية ذوباب تمكنت قوات الشرعية من استعادة السيطرة على عدد من المناطق الاستراتيجية بين مديرية ذوباب ومديرية موزا وهي آخر المواقع التي عزلها الجيش الوطني وقطع خطوط الامداد الرئيسية عنها هذا وتواصل الميليشيا الانقلابية زراعة شبكات الألغام في محيط مركز مديرية موزا بهدف إعاقة تقدم قوات الجيش الوطني في تلك المنطقة يأتي ذلك فيما أعلنت السلطات المحلية في مأرب عن استكمال تطهير منطقة زور بمديرية سرواح من مخلفات الحرب بعد تحريرها من سيطرة ميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية ودعت المواطنين إلى العودة إلى منازلهم وممارسة حياتهم الطبيعية